صباح الخير اليوم طبقتنا ملخية طبعا بطريقة كثير كثير سهلة أتمنى تعجبكم حتيت بصلة وملحة في الأسود شوحت البصلة قليلا ونزلت بمكعبات الجاج الآن الجاج أشوحه على الجهتين وأحمره بعدين أسلقه يلا نشوف وهون حتيت ماء عشان أسلقها بسلقها وبرجع لكم وعندي هون الملخية الخضرة نظفتها وغسلتها تلت وجوه تقريبا عبين ما نظفت كثير منيح وصفتها بالمصفاية بس يعني ما حطيتها على إشي ونشفتها بدي هيك يكون فيها شوية ماء يعني بس حطيتها بالمصفاية صفت الماء الزايد عنها مثل ما أنتوا شايفين هيك بالمصفا وهلق بدي أقطعها نشوف كيف هلق هون وصلتها لها المرحلة بمفرمت الملوخية بس هيك كتير خشنة يعني بس تقطيع وهلق بنكمل سنشوف الطريقة السهلة كيف طبختنا رح تشهد هلق هون حطيت الملوخية بس قطعتها في الخلاط الخلاط الكبير هلق هون حطيت مكعبين ماجي هي الطبخة الوحيدة على الفكرة اللي بحط لها ماجي لأنه الماجي كتير بفرق بطعم الملوخية وحطيت لها 3 دروستون هلق بضيف عليها شربة الجاج اللي سلقنا وبضربها عشان تكون نعمة يلا نشوف هيك بس حطيت الشربة هلق بس أوصل بس أوصل لهذا القوام بتكون هيك الملوخية عندي جاهزة ان شاء الله احنا بنحبها نعمة كتير انا عندي مفرمت الملوخية بس صراحة اللي ما عنده ممكن انه يستبدل بالخلاط فعادي ما بتأثر يلا نشوف وهلق حطينا الملوخية طبعا لحتى تطلع معي خضرة وتضلها خضرة ولزيزة وطعمها فرش ما بغليها كتير يعني بس غلوتين وخلص بطفي عليها طبعا بس نشيل الرغوة على نار هادية بنشيلها وبرجع لكم ما تخيلوا صراحة قدي طعمها طيب جدا رائع طعمها بتمنى تجربوها شوفوا قديه نعمة اذا واضحة كتير منيحة صراحة كتير نعمة كأنه يعني فارمينها على ايدنا طعم موتس لنظر هاента ثم لابقليلها اليوم المنزل لكي اجعلها طشة واخذ الاخرار اضافة صعبة صغيرة التي تعطي طعم جيد الكزبرة الناجبة سأضعها اضافة صغيرة لوقتي التي تبدأ اضع الكزبرة الناشفة وبقليها شوية بس هيك تطلع منكتها ما تخيلوا قديت طعم رهيب عنجد صبايا تبعوها الطريقة بتضل ملوخية خضرة وروعة شوفوا قدي لذيذة شوفوا شوفوا قوامها كتير متماسك وروعة بتمنى تجربوها لانها طريقة كتير سهلة طعمها جدا طيب خصوصا بالكزبرة الناشفة وهيك اكيد ما رح نستنى رح ناكل سلام سلام شكرا 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 شكرا